نفايات المتن وجدت مرقدها تحت العلم اللبناني وباتت نفاياتها المكدسة إشارة تدل على أنك في المتن قلب لبنان النابض التي شوهته التجاذبات السياسية والخطط البيئية غير السليمة ففي بيروت فرغت المستوعبات من نفاياتها وشوارعها أزهرت بنظافتها أما المتن وأهلها الرافضين خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء وبعدما فضح رئيس حزب الكتائب سامي جمي للمستور وأكد والطاشناق رفضهما مكب برج حمود كان الجواب انتناع شركة سوكلين عن رفع نفايات المتن ووضعها تحت ضغط عشوائية القمامة على الطرقات أم السير في المكب نالت المنطقة قصاصها إذن وتكدست نفاياتها على شكل مكبات تتنقل وتنتشر على كامل طرقاتها فيك تفهمي أنه كله أمور هو ضغط لحتى لي بالآخر تجي تخيل في القوانين الدولية وتطمر البحر لا بالآخر مشاريع مشبوهة عقارية ستمائة ألف متر في حين أنه لو بدنا عن جد نطمر كل عوادي المنطقة يلي موعودين هنا ألف ومئتين طون بيجوا كنت ما بتتجاوز الستة ألف متر يعني منتأسف أنه سوكلين تكون عم بتخيرنا بين أنه نشمس بالي حد بيوتنا أو نشمس بالي على ساحة المتن لمدة خمسة عشر سنة منتأسف نحنا منا عمليت ضغط نحنا يارات منتفهم مع بعضنا لأنه الشغلة بده تضافر كل الجهود ما حدا عم بيضغط على حدا أصوات الكتائبيين وأهل المتن المعارضة قابلها إصرار الحكومة في جلستها الأخيرة على المضي في خطتها وتأكيد الثقة برئيس اللجنة الوزير أكرم شهيب وبين مترقة مكاب برج حمود وسندان النفايات على الطرقات الضحية الوحيدة هي أهالي المتن لازم نخلصونا منهم ما عم نقدر نقعد برا ما عم نضال عادينا جوة ليل نهار إذا عادنا برا روايح تقتلنا ما حدا عم ينظف كل الزبال طلعوا طلعوا جبل الزبال صلى خمسة أيام إذا قابلنا ببرج حمود حمود لقى خمسين سنة لقدام وإذا ما قابلنا بدني موطونا هيك بهذه الطريقة عم يضغطوا بدني أقبل أهل المتن إيش بيري بكرة تشوفي أزمة الثقة أنتجت حالة كباش بين المواطنين المتنيين والحكومة فهل تستمر الحكومة في خطتها ويعاني المتن معناه أهالي النعمة على مدى عقدين رواند أبو خزام قناة الجديد